مرة أخرى يعقد مجلس الأمن تحت يافطة الأزمة في اليمن يجلس الأفود وأصحاب الشأن تفتح المحاضر وتبدأ حفلة من الخطابات المكررة التي تكتظ مضامينها بالدعوات إلى التهديئة والإعراب عن القلق والأمل في التوصل لحل سلمي والتأكيد على فشل الخيار العسكري والأمل والترحيب وغيرها من المشاعر والمواقف المختلطة وفي زحمة الأحاديث ينصط الحاضرون لإحاطة المبعوث الأممي المعني الأول أممياً بالشأن اليمني فيبدأ الرجل حديثه بحماسة وتجديد على أهمية عودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة يستند في حماسته هذه على ما يقول إنه تقدم ملحوظ في مشاورات جدة بين الشرعية والمجلس الانتقالي المنقلب مؤخراً ومن باب الإيجابية في الحديث يرحب بمبادرة ميليشيا الحوثي وقف الهجمات الصاروخية على المملكة العربية السعودية ينساب حديثه أكثر ليعتبر إفراج الحوثيين عن 290 مختطفاً بالخطوة المبشرة وبكثير من الخطابة والرزانة يتحدث غريفث على أهمية بناء الثقة معتبراً إياها حاجر الزاوية في أي حوار وبعد هذا التعبير المنمق يعود الرجل ليهدم كل إيجابيته ويؤكد أن بارقة الأمل للحل السياسي في اليمن هشة وضعيفة واضحة تبدو تعقيدات الأزمة اليمنية في خطابات المبعوث الأمم المتناقضة وحتى في ملامحه ولا يبدو أنه سيستطيع تجنب مصير سابقيه الذين غرقوا في لج الحرب في اليمن وتداخلات أهدافها وأطرافها وصراع المصالح والأطماع ينتهي المبعوث الأمم ليبدأ الحاضرون تنوب حديث إسقاط الواجب فيبدأ منذوب الولايات المتحدة دعوة الأطراف اليمنية إلى ضبط النفس واحترام مؤسسات الدولة وبذات التوجه أتى الموقف البريطاني المختلف عن السياق كان في الموقف الكويتي الذي حمل طابعا وديا مبديا الالتزام الكويت بالإفاء بتعهداتها المالية لخطة الاستجابة الإنسانية قبل نهاية العام الجاري ومن باب تسجيل الحضور يتحدث المندوب اليمني بذات الحديث المكرر غير أنه استغرق كثيرا هذه المرة في الجانب الإنساني الذي طالب من خلاله المجتمع الدولي إيقاف انتهاكات وممارسات الميليشيا بحق المنظمات الإنسانية والإغاثية وبعد الانتهاء من البرتوكولات ترفع الجلسة وتغلق المحاضر على حال واقع اليمن الغارق في الحرب وبالموت والأزمات